موسيقى طيب جهد مضني ودور تاريخي بتقوم بمصر الجهود المصرية لإيقاف إطلاق النيران الجهود المصرية لأجل إقرار السلام على سائر أراضي الفلسطينية وبالتحديد في غزة بعد التطورات الأخيرة يجي هنا سؤال لازم يطرح نفسه وهو ماذا بعد التحركات الإسرائيلية الأخيرة فرفح وفي نفس الوقت موافقة حماس على المقترح المصد خليني أرحب بضيوفي في الستوديو وإن كانوا هم أصدقاء أعزاء إخوات ودي حاجة مهمة جدا أرحب جدا 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 بكاتبنا صحفي الأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ومبروك طبعا شكرا ده مما لا شك فيه دكتور جهاد الحرزين المحلل والمتخصص فيه الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية بطبيعة الحال أهلا بك دكتور جدا هستأذن أنه أنا يمكن الحيرة هبدأ من اليمين إسلام التحركات المصرية وموافقة حماس وفي نفس الوقت العنة الإسرائيلي بتشوف ده في أي إطار ما شوف أنه ده انتصار للإرادة المصرية العربية بشكل أساسي ليس المصرية فقط المصرية العربية وانتصار للقضية في حد ذات يانتصار كبير للقضية في حد ذاتها اللي أصبحت على طاولة جميع القادة والزعماء والمجتمع الدولي باعتبار أن هناك مظلومية وهناك حق ضائع عبر عقود طويلة جدا لابد أن يسترد الآن الجميع يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة رغم الفاتورة السقيلة والدماء التي تنزف والشهداء الذين نفقدهم يوما بعد يوم والتدمير الذي حدث تدمير غير مسبوك هولوكوست جديد بيد اليهود الذين يحملون مظلومية تاريخية ويتحدثون عن المحرقة في نفس الوقت أعتقد أن ما قامت به مصر حفاظا على القضية لعدم تصفية القضية والخطوط الحمراء التي رسمتها مصر وأجبرت إسرائيل على احترام هذا والعالم كله عندما جاء إلى القاهرة بداية من قمة القاهرة للسلام حتى اللقاءات السنائية ما بين الرئيس عبد الفتح السيسي وديفيد ماكرون وأنتوني بلينكين وغيره من القيادات والزعمات الأوروبية والأمريكية أعتقد أن الرسالة المصرية وصلت للجميع بأنه جاء يعني حان الوقت لأن تكون هناك دولة فلسطينية فكرة الاعتداءات المستمرة وفكرة تحميل المقاومة بأنها هي المسؤولة عن تفاقم الأوضاع والتصعيد الذي جرى وأن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها مصر وضعت الجملة بين قوسين ما يجري هو إبادة جماعية وأصبحت الجملة هي شعار تم سكه ومفردات مصرية يتم تدولها دبلوماسيا عبر العالم كله إذن صحيح الموقف صعب لكن أن تصل الجهود الدبلوماسية دبلوماسية الرئاسية وما جرى من المفاوض المصري يعني في قتال عنيف وشرس من أجل التهدئة من أجل وقفة إطلاق النار مجهود كبير قلت عليه مجهود مضني مع مفاوض مراوغ بطبيعته ولكن إن كشفت اللعبة أمام العالم كله الحماس تقبل بالهدنة وتقبل ببندها وإسرائيل تراوغ ترفض تصر على التصعيد فأصبح العالم كله يعني يرى إسرائيل دولة أو حكومة منبوزة معزولة تستحق العقاب خلينا أقول معلومة السيد يوسف للسيد المشاهدين أن منذ أيام كانت هناك شحنة أمريكية من السلاح الأمريكي في طريقها إلى إسرائيل تم منعها بقرار أمريكي هناك ضغوط كبيرة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية أن السلاح الأمريكي الذي يمنح لإسرائيل بدون شروط وبلا شروط أصبح مسألة تحتاج إلى مراجعة في الداخل الأمريكي حتى من الديمقراطين أنفسهم أنه يباد الشعب الفلسطيني بسلاح الأمريكي طيب هنا هروح لدكتور جهاد ونحن نتحدث الآن هناك طاولة مزدحمة بالوفود ما بين وفد حماس الوفد الأمريكي الوفد القطري وطبعا في ضيافة المفاوض المصري هذه الطاولة بالتأكيد تمتلئ بالمناقشات في ظل اللي قالوا الأستاذ إسلام هل تعتقد أن الأمريكيان وهم يرسلون وفدا للتفاوض في هذه الأوينة وفي هذه المرحلة في ظل هذا التصعيد هل ده معنى أن الأمريكيان مستعدين لتوقيع الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي يعني أولا بعد تحية لك أخي يوسف للأستاذ إسلام يعني أعتقد بأن ما تفضل به الأستاذ إسلام بما يتعلق بالجهود المصرية هي جهود كبيرة بذلت كل المرحلة الماضية في محاولة لجسر الهوى ما بين الطرفين وهذا الأمر الذي قبل أيامه شرفنا على أن نكون قابق وسين أو أدنى من توقيع الاتفاق ولكن حدثت مجموعة من الأحداث التي حاولت أو أعطت نيتنياهو ذريع لأن يتهرب هذا من جانب ونحن ندرك بأن نيتنياهو لا يريد الوصول إلى صفقة لأن نيتنياهو كل ما يعنيه هو استمرار المخطط واستمرار العملية العسكرية لتحقيق الأهداف الشخصية الخاصة به لكن ما يتعلق بقضية الطاولة وازدحام الطاولة أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة لم تمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل لأن اليوم بايدن يتحدث ويقول بأن علينا أن لا ننسى ما حدث في السابع من أكتوبر حول معادات السامية اليوم الكونجرس الأمريكي يطرح مشروع لتوسيع مفهوم معادات السامية وكأن الاحتلال الذي هو سبب كل ما تتعرض له المنطقة من حال الدمار ومن حالة اضطراب ومن حالة عدم استقرار هو الاحتلال وبما أن الاحتلال هو المغتصب وهو القاتل وهو المجرم وهو الذي يرتكب حرب الإبادة إذن هو أول معادل السامية وليس كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية وتريد توسعت مفهوم معادات السامية هو نارة غريب لأن الفلسطينيين أو حتى اليهود الاتنين ساميين بالضبط ولذلك يعني هو نارة برضو غريب جدا يعني لا تقتصر السامية فقط على اليهود كل من يتعامل بالإنسانية وله علاقة بالإنسانية وبالقيم الإنسانية هو يتعامل بالسامية وهو سامي لكن من الذي يتعارض مع السامية هم الذين يرفضون كافة القيمة الإنسانية ولذلك نجد أول من يرفض القيمة الإنسانية والذي داسة تلك القيمة الإنسانية تحت مجنزرات الدبابات وتحت قصف الطائرات هي إسرائيل هي دولة الاحتلال لذلك الولايات المتحدة الأمريكية ما يتعلق بصفقات السلاح التي أرادت تأجيلها أو عملية هذا يجب علينا عدم الرهانة على هذا الموقف لأن حديث جون كيربي مسؤول الاتصالات الاستراتيجية قال بأننا نراجع رد حماس الإجابة التي قدمته حتى يتم النظر وذلك بعد ماذا؟ بعد أن قالت إسرائيل بأن هناك توافقا تماما بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر وحماس على ورقة لم نراها ولم نعلم منها شيئا خرج جون كيربي ليوضح في محاولة لاستعادة الثقة باليهود أو استعادة الثقة خاصة أن الموضوع الفلسطيني أصبح اليوم أهم أدوات الحرب الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدث اليوم ترامب عندما يتحدث في أي مهرجة الانتخاب يتحدث إلى ما يجري في قطاع غزة ويقول بأن كل من لم يقب بجانب إسرائيل ويدعم الديمقراطين هو مخالف لليهودية وهو ضد إسرائيل ويجب عليه أن ينتخب الديمقراطيين أو الحزب الديمقراطي اليوم بايدن عندما يتحدث ويقول تارت أن يقدم 26 مليار دولار لإسرائيل بالإضافة إلى صفقات أسلحة تجاوزت في الأسبوع الأول من 7 أكتوبر كان هناك 7 مليار دولار بالإضافة إلى 4 صفقات أسلحة علما بأن 230 طائرة عسكرية محملة للأسلحة نقلت إلى إسرائيل بالإضافة إلى 40 سفينة شحن محملة بالأسلحة وصلت إلى إسرائيل ولذلك بقيت صادرات الأسلحة متواصلة هذا من جانب من جانب آخر أين الضغط الحقيقي الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية حتى نقول بأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وليام بارنس غادر من القاهرة إلى الدوحة إلى تل أبيب ولم يستطع أن يحقق شيئا في هذا أسيق ولم يستطع أن يتحدث حتى مع الكابينات الإسرائيلي ليخرج نيتنا ويقول ماذا بأن إسرائيل ستبقى تقام وستدخل العملية العسكرية حتى لو بقيت لوحدها لأن العالم تركنا أثناء المحرقة التي تحدث عنها وبرضو بيستخدموا مصطلحات لا لازال الاحتلال يقاوم ولذلك هنا تأتي فكرة صراع المفاهيم وحرب المدركات هو يصدر إلينا مجموعة من المفاهيم التي يتم تدولها ولكن هي بالأساس حرب مدرك لترسق في الصورة الذهنية لأي متعد أو أي متلقي بأن إسرائيل كجيش الدفاع الإسرائيلي هو عن ماذا يدافع هو جيش الحرب وليس جيش الدفاع الإسرائيلي هو يتحدث عن يهودا والسامرة وهي الضفة الغربية يتحدث عن القدس ويقول أرشاليم يتحدث عن العديد من المدن بإسماء عبرية حتى يرسق في الذهنية والعقلية الإسرائيل كما رسق نيتنياو أثناء هذا العدوان في العقلية أو في الصورة الذهنية لكل مواطن إسرائيلي بأن النصر لن يتحقق إلا بعد الدخول إلى مدينة رفح ولذلك هو يناور ولن يستطيع نيتنياو أن ينهي مهمة رفح خلال أسبوع وسبعين هو يريد استمرار العملية العسكرية حتى الوصول إلى الانتخابات الأمريكية لأن نيتنياو أهداف أبعد مما أعلنه لأن كل ما أعلنه سواء عملة استعادة الأسرة هو لا يعنيه الأسرة القضاء على المقاومة هو لن يستطيع القضاء على المقاومة لأن المقاومة هي عبارة عن فكرة طبعا فكرة ولذلك الهدف الخفية لنتنياو ماذا حرب إبادة متعلقة بالشعب الفلسطيني وهذا يقودنا إلى الفكرة ومؤتمر العشرين مجموعة العشرين الذي حدث والذي كان الممر الاقتصادي هند خليج أوروبا ولابد أن يكون هناك الممر الاقتصادي من إسرائيل والمنطقة هي قطاع غزة بما تملكه من الثروات ولذلك تحدث كوشنر وقال لابد من تحويل شمال قطاع غزة إلى الأسفجاس وأن تكون منطقة متنزهات وبدء يعني بمعنى آخر ما يحقق نيتنياو على الأرض هو في إطار المخطط المعد مسبقا وليس نيتنياو لو عالم مكان هم يريدون لاسفجاس على حساب الدماء والأقصاد والجتنين كل شيء على حساب الدم على حساب الدم الفلسطيني أنا هستأذن هطلع فاصل وعايزة أرجع بعض الفاصل هنا هروح لأستاذ إسلام عفيفي على خلفية التصريح يمكن اللي شفناه على قناة القاهرة الإخبارية تقريبا من حوالي ساعة ونص حول أنه مصر قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات لأنه هو تصريح أنا أرى شديد الأهمية وأعتقد أنه المفترض أنه يبقى وقعه على حكومة بن يمينة تانيه أن يكون واقعا ثقيلا لأنه ده بياخدني وبروح اللي هو يعني نحتفظ بحقنا بالرد بالطريقة التي نراها وفي الوقت الذي نراه في وقت ما وفعلنا زلك يمكن ده بتتزامن مع فيلم السرب اللي بتعرض دلوقتي فمصر قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات أنا لو بن يمينة تانيه وأقلق هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام في كل الترحيب ضيوفي الكرام والإعزاء داخل الستوديو وبالعودة إلى الأستاذ إسلام عفيفي بسؤالي عن افتراضية وقع تصريحات مصر حول جهزيتها للتعامل مع كافة السيناريوهات أعتقد أني التصريح ليس الأول من نوعه ولكنه امتداد لتصريحات كثيرة خرجت من القاهرة على لسان المسؤولين بالأمس كانت الخارجية المصرية تتحدث عن أن ما يجري هو يضع المنطقة على حفة هاوية وهذا التصعيد يجب أن يتوقف فورا كانت العبارات شديدة اللهجة أعتقد اليوم بالتصعيد الإسرائيلي المستمر مصر تحذر ربما للمرة الأخيرة من أن يعني ما يجري قد يقابل بأنواع من الرد والردود يعني بسيناريوهات مختلفة قد تتوقعها إسرائيل إسرائيل تضع اتفاقية السلام على المحك تضع اتفاقية 2005 للمعابر على المحك وبالتالي هي تهدد أمن منطقة شرق الأوسط وبالتالي أمن العالم كله يكفي أن نحن نقول أن سلاسل الإمداد وحركة التجارة والملاحة كيف تؤثر على المواطن في الاتحاد الأوروبي والمواطن في أمريكا يعاني أصلا الاقتصاد الأمريكي على مدارات التي كانت يعاني من الركود صحيح ويعاني من التضخم وبالتالي نتحدث عن هو لا يبحث عن عن مجد شخصي في الحقيقة نتنياهو نتنياهو يبحث عن طوق نجاة له سياسيا غروب للأمام طول الوقت طول الوقت وإن مجرد وقف الحرب يعني المحاكمة والحبس وبالتالي تجد مثلا زعيم المعارضة الإسرائيلية يتحدث عن أن يجب على نتنياهو أن يصدر أوامره فورا أن يذهب الوافد الإسرائيلي إلى القاهرة ليوقع الاتفاقية ليوقع الهدنة ليوقع على الهدنة هذا هو صوت المعارضة الإسرائيلية من الداخل الإسرائيليين يحاصرون بيت نتنياهو ويطالبون بالتحرير والإفراج عن الرهائن والانخراط في الهدنة أيضا هذا ضغط من الداخل مصر لا يمكن أن تسكت وأنها القومي مهدد العالم كله على مرأة ومسمع منه يرى مجازر يرى تدمير يرى حالة من الفوضى يرى حالة من العناد والاستعلاء والغطرسة الإسرائيلية غير المسبوقة يعني لن يتحمل أحد ردود الأفعال المصرية ولن يتحمل لن تتحمل المنطقة أن يكون هناك نوع من يعني هناك هناك تفقية سلام ومصر راهنت على السلام طوال العقود الماضية وتعاملت بمسؤولية شديدة جدا خلال الأزمة وكانت الوسيط الموسوق من كل الأطراف سواء حتى من حكومة الاحتلال أو من الأطراف الفلسطينية المختلفة السلطة الفلسطينية والمقاومة والمنطقة كلها تعول على الدور المصري وتدعم هذا الدور وبالتالي أعتقد أن هناك من العقلاء في العالم الذين يجب أن يتدخلوا لإعادة الأمور إلى نصبها أن يكون هناك صوت من يعني من الحكمة إسرائيل يعني يعني تضع نفسها في معزل عن العالم زي ما قلت حكومة منبوزة دولة معزولة وبالتالي حالة العداء في المنطقة في المحيط العربي وفي الإقليم كله أنت كنت تسع قبل 7 أكتوبر أنت تتسع دائرة السلام والجلوس على مائدة التفاوض ورغبة في علاقات طبيعية مع دول المنطقة كانوا يتفعيل عملية سلام شاملة في المنطقة في المنطقة العربية الآن أنت تصير عكس كل هذا الاتجاه وكل هذا من يدفع تمن هذا؟ المنطقة بالكامل والعالم أيضاً هل يتحمل العالم أن يحدث انفلات للأوضاع أو التصعيد أكثر مما يجري الآن؟ الكلام عن أن هناك تجويع وحرب إبادة وعقوبات جماعية وهناك سؤال لبايدن وهو الآن إذا كان هناك ضمير يعني يحركه كإنسان قبل أن يكون رئيس أكبر دولة في العالم سؤال من محكمة العدل الدولية هل يتم استخدام السلاح الأمريكي وفق القانون الدولي حتى فيما يتعلق بالحروب؟ مطلوب من البيت الأبيض أن يجيب عن هذا السؤال حتى وفق القانون الأمريكي حتى وفق القانون الأمريكي قانون الأمريكي لا يسمح لا يسمح باستخدام السلاح ويمكن في سؤال مهم طرحه أستاذ إسلامة دكتور جهاد ألا وهو هل يتحمل العالم سيناريو كارثي وحده بنتكلم على منطقة بهذه التحركات الإسرائيلية في رفح يقاب قوسين أو أدنى من انفجار شامل هل يتحمل العالم وهل تتحمل واشنطن أو تستوعب واشنطن بأن الوضع أو شك على الانفجار في المنطقة بالكامل المسألة لم تعود فقط قطاع غز يعني أعتقد بأن كل ما يجري في المنطقة وخاصة دمنا نتحدث عن أمن الملاحة الذي يجري ودربات ما يتعلق بالحوتيين وكذلك من العراق ومن سوريا ومن لبنان وفي كل منطقة إذن المنطقة بأسرى منطقة الشرق الأوسط هي كما نقول هي منطقة مشتعلة الآن وليست هي منطقة هادئة نتيجة ما يجري في قطاع غزة والجميع ربطة انخفاض حالة التوتر في كل تلك المنطقة بماذا؟ بإنهاء الحرب على قطاع غزة هنا الحقيقة هل واشنطن قادرة على الضغط الحقيقة على إسرائيل لإجبارها أو إجبار نيتنياهو بالتخلي عن تلك الأهداف التي رفعها أو تلك الطموحات التي أوجدها هذا أعتقد بأن إسرائيل اليوم هي مختطفة وعلى رأسهم نيتنياهو هو المختطف رقم 133 ولكن مختطف من من؟ من بن جافير وسومترش من أحزاب اليمين المتطرف الذين لا يريدون أن يكون هناك عربا أو لا يريدون أن يكون هناك فلسطينيين بالأمس خرجت المظاهرات في تل أبيب الداعمة لموقف نيتنياهو ولأحزاب اليمين تقول الموت للعرب تطالب الموت بالعرب في مقابل ماذا؟ المظاهرات التي خرجت للمطالبة مطالبة نيتنياهو بالتوقيع على الصفقة والإفراج عن الأسراء ولذلك تسعى الآن الولايات المتحدة لخفض حالة الصراع في المنطقة تحت مجموعة من الشعارات أو مجموعة من القرارات أولا تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية عن ضرورة إنجاز التهدى ولذلك بايدن في مكالمة لنيتنياهو يوم أهم استركز على ثلاث نقاط النقطة الأولى ضرورة التوقيع على الصفقة والوصول إلى التهدى والإفراج عن المحتجزين النقطة الثانية ضرورة فتح معبر كرم أوب سلم وإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية النقطة الثالثة ضرورة أن يتم إجراء العملية العسكرية في رفح إلا بعد التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول التخفيف من الوطن من قلال عدم استهداف المدنيين لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحتها الآن أن تشتعل المنطقة بشكل كامل وخاصة بعدما فشلت عندما جندت المجتمع الأوروبا وجندت وحليفتها بريطانيا وقاموا بضربات على الحوثيين ولم ينجز شيء بل إزداد الحوثيين بعمليات القصف وعمليات القرصنة وعمليات استهداف السهن ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية وكل حلفاء بالجيش الأوروبا الذي جاء إلى البحر الأحمر لم يستطع إيقاف تلك السورة إذن المنطقة جميعها على شفع حالة الانفجار وهذا يهدد بايدن في الانتخابات الأمريكية وهما جرى داخل الجامعات الأمريكية من ثورة شبابية ثورة طلبية هو يهدد العملية الانتخابية برماتها مش بس بايدن أو الديمقراطية لكن أيضا الجمهورية خلينا استدرك حاجة هنا جملة في هذا السياق أن هناك تضارب وارتباك في الإدارة الأمريكية البنتجون إذا كان البنتجون يرفض العملية في رفع على الإطلاق يرفضها تماما لأنه يدرك جيدا على الأرض مزيج إنه المنطقة هتنفجر بالكامل فعلا ملكي قال إذا إسرائيل حققت نصرا تكتيكيا فهي في خسارة استراتيجية على المدى البعيد صحيح أنا عايز أشكركم جدا 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 على وجودكم معي النهاردة أتمنى أن إحنا لما نيجي نلتقي تاني نبقى نلتقي يعني ماذا بعد إيقاف إطلاق النهار وإننا شاملة ونتحدث فعلا عن التنمية والإعمار بل ولا نتحدث حتى عن طرح حل الدولتين من أبعاد مختلفة أتمنى أن إحنا نقدر نوصل لده يعني في 24 يعني مش هبقى يعني لمتشائم أبعد من كده ولا عايز أبقى أكون أكتر تفاؤلا فأقول لك الأسبوع الجاي نورتوني وشرفتوني دكتور جهاد الحرزين أستاذ إسلام عفيفي نورتوني وشرفتوني جدا لحد كده خلصت الحلقة هو مخلصش الكلام لأنه كريم رمزي داخل حلن وبرنامجه رقم عشرة أما إحنا نفل وكلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات